الفقرة دي مهمة جدا 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 ناس كتير عايزة تبدأ البزنس بتاعها عايزة تتابع أو تكمل البزنس بتاعها محتاجة راون تمويل وغيره طبعا من الأمور المتعلقة بإنشاء بزنس جديد لو كلمتنا أولا عن مبادرة رواد النيل بقالها خمس سنوات صح؟ صح اشتغلتو ازاي أو قدرتو تعملو ايه في الخمس سنوات؟ طيب المبادرة هي شراكة استراتيجية ما بين جامعة النيل الاهلية والبنك المركزي المصري وهدفها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال اللي بيشتغلوا في مجالات الصناعة والزراعة والتحول الرقمي والتكنولوجيات المتقدمة جميل جدا وبنعمل ده عن طريق مجموعة من البرامج الموجهة للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة فمنها البرامج التدريبية أو بناء القدرات ودي نجحنا فيها في خلال الخمس سنين اللي فاتوا من ان احنا نعمل تدريب لحوالي 13 ألف شاب وفتاة على مختلف سواء 13 ألف 13 ألف سواء كان على ريادة الأعمال أو المهارات التكنولوجية اللي بتطلبها الشركات سواء كان في تصميم المواقع في ما نطلق عليه في تصميم الاستنباط ففي مجالات كثيرة مختلفة تكنولوجية بتحتاجها الصناعة الحاجات الجديدة كلها جديدة كلاو كومبيوتينج تمنمية شركة صغيرة ومتوسطة في مجالات مختلفة في مجالات تشتغلوا عن فرم سكراتش ولا بتشتغلوا هي شركات بتبقى شغالة وبتبقى عندها وبنشتغل معاها عن طريق سواء برامج تدريبية أو تطوير منتجات أو تدريب على التصدير أو التعريف بوسائل التمويل المختلفة للمساعدة في التصدير وبالفعل نجحنا في يعني الأرقام اللي احنا عرفنا نجمعها زيادة في المبيعات حوالي 2 مليار جنيه لمجموعة من الشركات دي مش كلهم يعني اللي رد علينا في الاستبيانات بتاعتنا حوالي 40 أو 50 شركة اتضح أنه زادت المبيعات بتاعتهم بمعدل 2 مليار جنيه في نفس الوقت بنشتغل على تطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي ومن خلال الموضوع ده اشتغلنا على حوالي تطوير حوالي 200 منتج في الخمس سنين اللي فاتوا سواء كان تعميق التصنيع المحلي هندسة عكسية تصميم من أجل التصنيع تصميم الشكل الخارجي أو تصميم في الإلكترونيات اللي موجودة في المنتجات دي وده طبعا بالمشاركة مع الصناعة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال جميل لو حد بيسمعنا دلوقتي وعايز ييجي يطور مهاراته أو ينشئ شركة أو محتاج تمويل يستمر في الفترة القدمية يعمل ايه يكلم مين طيب على حسب هو فأنهي مرحلة واحتياجاته ايه فمسلا لو بنتكلم عن احتياجات تمويلية أو خدمات غير مالية فكمان ممكن يتوقع إلى مراكز تطوير الأعمال ودي خاصة بالبنوك المشاركة في مبادرة رواد النيل وفي منهم حوالي 80 مركز تطوير أعمال في مختلف محافظات الجمهورية وبالفعل دي منهم بيوتكم مصرية ببنك الأهلي بنك مصر بالضبط وبنك تنمية الصادرات وبنك القاهرة والمصرف المتحد ودي ليهم زي حضانات أو مراكز تطوير الأعمال وإلى جانب كده كمان وبنك وبنك الإسكان ففي عدد وبنك كيو ان بي كل البنوك دي فيها مراكز تطوير أعمال بيخطب البنك مباشا ولا يخطب البنك المباشا؟ لا مركز تطوير الأعمال هيلائي اللي يقدر أن هو يحجز أو يعرف مواقع أو أماكن مراكز تطوير الأعمال عن طريق الوابسايت np.eg 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 لو ممكن نزله برضو على الشاشة نساعد الناس np.eg ومراكز تطوير الأعمال بتقدم خدمات غير مالية ودي طبع للبنوك من ضمن الخدمات دي المساعدة في تسجيل الشركات الحصول على ترخيص مع دراسات الجدوى معرفة ايه المستندات اللي هو هيطلبها لو محتاج يحصل على تمويل بين بنك إلى آخره فالمراكز بتقدم باقة من الخدمات اللي بتحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة ده لو يعني الهدف كان الحصول على تمويل أو تسجيل الشركة لو في اهدف تانية مثلا لأ انا عندي فكرة وانا شركة ناشاة فيتابع صفحتنا على الفيسبوك صفحتكم على الفيسبوك على الفيسبوك أو رواد النيل مبادرة رواد النيل نايل انتربرنورز نايل پرنورز أو مبادرة رواد النيل مبادرة رواد النيل جماعة على الفيسبوك تكتب مبادرة رواد النيل هجلك صفحة المبادر نحطها برضو على الفيسبوك وموجودة على الفيسبوك موجودة على اللينكتين وموجودة على اليوتيوب وبنعلن دوريا عن فتح ماكن للإحتضان للتسريع مسابقات يعني حاليا دلوقتي بالاشتراك مثلا مع صناعة الحياة عندنا مصابقة عن التغير المناخ والحلول اللي ممكن تساعد فيه وهينتج عنها برنامج تدريبي وممكن ينتج عنها احتضان في الفترة القادمة فدي مثلا كل مفتوحة عندنا أنا عجبني قوي أنتم ماشيين كمان مع سياسة البلد يعني موضوعات عايزين تصدير فإحنا منوجه الحتة دي عايزين الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي بالسليب التكتولوجية الحديثة يعني ماشيين متواكبين مع خطة الدولة والتنمية المستدامة بتاعتها 20-30 يعني احنا التوجهات بتاعتنا مبنية على توجهات الدولة وبناء عليها بننزل استراتيجية أو بنصمم الاستراتيجية بتاعتنا سنويا وبننزل فيها تباعا البرامج الاحتضان أو برامج التسريع اللي احنا بندرها وبرامج دعم الصادرات وبرامج دعم سلاسل القيمة آه ده مهمة جدا فاشتغلنا مع عدد من الصناعات المختلفة اشتغلنا مع الصناعات الهندسية والصناعات الكيموية اشتغلنا مع المنسوجات مع الافاس مع صناعة البلاستيك وصناعة الالبان فدي مثلا بعض الصناعات اللي احنا قدمنا لها برامج متخصصة عشان تدعم الشركات العاملة في الصناعات وخرجت شركات منها فعلا نجح التنافس اه يعني 800 شركة اللي احنا اشتغلنا معاهم في منهم ما كانوش بيصدروا بقى يصدروا في منهم حسنوا الجودة بتاعتهم في منهم ما شاء الله زادت المبيعات بتاعتهم بطريقة قوية جداً وحصلوا على جوائز يمكن من المجالس التصديرية اللي هما تابعين لها طيب قولنا نصيحة اخيرة قبل ما نختم معاكي لو حد بيسمعك دلوقتي من الشباب يعمل ايه او يتواجه فين او يعمل لو عايز يبدأ البزنس بتاعه بقى الجديد طيب رائد الأمال او بيحلم يكون رائد الأمال بتحلم او بتحلمي ان انتوا تبدأوا بزنس جديد لازم تلاقوا مشكلة بيحاول وفي عميل بيحاول يحلها تتعرفوا على العميل ده مشكله ايه ايه الاحتياجات بتاعته ايه اللي بدأوا تعملوا حل يساعد على حل المشكلة دي ومهم جداً اختبار الأفكار بتاعتكو او الحلول بتاعتكو قبل ما تسعوا للحصول على تمويل لان انا لازم اطور المنتج او الفكرة بتاعتي واختبرها مع العملاء اتأكد ان العملاء مستعدة ان هي تدفع فيها فلوس قبل ما ابدأ ان انا احصل على تمويل عشان خاطر انفذ الفكرة بتاعتي فيمكن ده باختصار جداً خطوات رائد الأعمال او رائدة الأعمال محتاجين يشتغلوا عليها